طباعة المناهج الدراسية في العراق تعد من الملفات المثيرة للجدل فمع بداية كل عام دراسي تعود أزمة نقص الكتب المدرسية إلى الواجهة لأسباب عديدة أبرزها عمليات التهريب والتسريب للكتب المدرسية إلى الأسواق المحلية والسشراء الفساد في طبعتها فضلا عن التعديلات التي تطرع على المناهج مع بداية العام الدراسي وتتخلف أغلب مدارس العراق في كل عام عن تسليم المناهج الدراسية لجميع المراحل حيث يتلقى آلاف التلاميذ دروسهم من دون السلام الكتب ما يدفع بأولئي أمور الطلبة للجوء إلى السوق وشراء الكتب واللوازم المدرسية التي من المفترض أن توزع مجاناً عمليات تسريب الكتب المدرسية خارج وزارة التربية تتصدر المشهد العراقي قبل بداية كل عام وبالتزامن مع أعلان وزير التربية الحالي إبراهيم الجبوري اكتمال تباعة كتب المرحلة الابتدائية فقط معلناً الشروع بتباعة مناهج المرحلة الثانوية على أن جهاز الأمن الوطني ضبط نحو 100 ألف كتاب مدرسي مخالف للضوابط مهيئة للبيع في منطقة الشعب ببغداد قبل انطلاق العام الدراسي ولا غرابة ففي العراق تباع المناهج الدراسي علناً في الأسواق وتحديداً في شرع المتنبي ببغداد رغم تذيّل أولى صفحاتها بأنها توزع مجاناً حيث يتراوح سعر الكتاب الواحد ما بين 5 إلى 10 ألاف دينار ملف متجدد كل عام يثقل كاهل أولياء الطلبة جرى اطرارهم إلى طباعة الكتب على نفقتهم الخاصة أو استخدام تلك القديمة الممزقة في صورة تأكس تداعي العملية التربوية منذ عام 2003 وحتى اليوم ما